السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ بالوحدة الثانية الدرس الثاني Rhythms and Sound للفصول الدنيا والصفة الرابعة الابتدائي Rhythms and Sound Rhythms دائما Rhythms إيقاعات Sound أصوات Number one Chant and Point Chant غن Unbuyant وأشر هذه أغنية تستطيعون أن تغنوها وأيضا تستطيعون أن تقروها فقط كلمات دعونا نبدأ Head, Shoulders Knees and Toys لاحظوا في آخر الكلمات Shoulders بمعنى أكتاف آخر شيء Knees ركبة آخر شيء And Toys قدمين أصابع القدمين بمعنى أصابع القدمين Toys بمعنى أصابع القدمين Shoulders Shoulders أكيد مر عليكم هذه الكلمة Shoulders تشوفوها دائما تشوفوها دائما في شامبو And في أيضا بلسم اسمه Shoulders طيب Shoulders بمعنى الإنجلينزي أكتاف راح نترجم إليكم كل كلمة Head رأس Shoulders أكتاف نيز ركبة And و Toys أصابع القدمين مرة ثانية Knees بمعنى ركبة And Toys وأصابع القدمين Head Shoulders Knees And Toys Knees And Toys Eyes بمعنى عيون And Ears بمعنى أذن And Mouth بمعنى ثم And Nose بمعنى أنف Knees And Toys Toys يخصد به أصابع القدمين طيب Head Head رأس بمعنى رأس Shoulders بمعنى أكتاف Knees بمعنى ركبة And Toys بمعنى أصابع القدمين Knees And Toys عدكم هذا الطالب مرة حط إيده فوق رأسه ومرة في أكتافه ومرة في ركبته ومرة في أصابع القدمين شنو قال Head Shoulders Knees And Toys ومرة ووضع مرة أخرى ووضع إيده في ركبته وأصابعه شنو قال Knees And Toys ومرة الثالثة وضع إيده في قراته وبعدين في أكتافه وبعدين في ركبته وبعدين في أصابع القدمين مرة ثانية شنو قال Head Shoulders Knees And Toys وبعدين ومن ثم وضع إيده على ركبته وأصابعه شنو قال الطالب Knees And Toys طيب بعدين وضع يده على عينيه ومن ثم أذنيه ومن ثم ثمه ومن ثم أنفه شنو قال Eyes And Ears And Mouth And Nose Knees And Toys وبالتالي وضع يده على رأسه وأكتافه وركبه وأصابع القدمين طيب وقال Head Shoulders Knees And Toys ومن ثم وضع يده على ركبته وأصابعه مرة أخرى وقال Knees And Toys لاحظوا هنا في الكلمات لدينا Letter S ويقصد بالletter S هو الجمع أي يقصد بال Shoulders بالأكتاف وليس كتف واحد Knees بالركب وليس ركبة واحدة Toys بأصابع القدمين جميعهم وليس سبع واحد سبع واحد يعني Finger طيب Head ما فيها جمع لأن لدينا فقط رأس واحد Shoulders أكتاف أكتاف طيب Eyes Eyes عينان عيون وليس يقصد بعيون واحدة أثنتان Eyes Ears يقصد به الإذنان Mouth لدينا بس ثم واحد And Noise لدينا أيضا أنف واحد طيب نمبر two Listen Buoyant and Pronouns Listen استمع Buoyant الشر and Pronouns يقصد به الفض Number one Head Two Shoulders Three Knees Four Toys Five Eyes Six Ears Seven Mouth Eight Nose ننتقل للصفحة اللي بعدها فانتعي وقت المرح هنا المعلم يطلب من جميع الطلاب أن يلمسوا الشيء الذي يقوله أي شيء هو يقوله رح يلمسه سواء كان عين أو أذن أو رأس أو كتف whatever طيب Number three The teacher says بمعنى يقول المعلم Touch what your teacher says Touch what your teacher says Touch بمعنى إلمس what your teacher says ما يقوله المعلم طيب شنو قال المعلم The teacher says Touch your nose يقول بمعنى يقول المعلم إلمس أنفك لاحظوا هنا جميع الطلاب لمسوا أنفهم وهكذا طيب لو قال المعلم أو أحد من الطلاب طيب لعبوا فيما بعضهم وقالوا Touch your shoulders رح كل الطلاب يلمسوا أكتافهم ننتقل الآن إلى مربع أدوات القواعد grammar toolbox هنا يشرح إليكم المفرد والجمع بمعنى one عندنا مفردات لكلمات في هذا الدرس أيضا لدينا جمع المفرد في هذا الكلمة يقصد به one one بمعنى واحد مثلا عندنا head رأس mouth أنف nose أنف ليس لدينا أنفان ولا رأسان طيب أما الجمع more than one أكثر من واحد لاحظوا عندما أنطق الكلمة راح أقول آخر شي s أو z على حسب موقع حرف s shoulders shoulders eyes ears طيب من خلال هذا الدرس أنت تستطيع أن تغني أغنية الرأس والأكتاف والركب وأصابع القدمين بمعنى I can't tell a friend to touch two body parts أنا أستطيع أن أخبر صديق أن يلمس جزئين من أجزاء الجسم لديكم أيضا وقت النصيحة advice time watch your hand watch أغسل your hand يديك your homework page 73 واجبك صفحة 73 طبعا في هذا الواجب راح تتدرب على الأغنية وعلى أسماء أعضاء جسمك المذكورة في هذه الورقة طيب head رأس shoulders أكتاف knees ركبة and toys بمعنى أصابع القدمين knees and toys knees ركبة and toys أصابع القدمين head shoulders knees and toys knees and toys eyes and ears and mouth and nose head shoulders knees and toes knees and toes طيب number two trace and write number k number k طريقة كتابة number k عندنا الحرف الكبير letter k طريقة كتابة تبدأ من السطر الأول إلى السطر الثالث ومن ثم تضع في السطر الثاني تبدأ من السطر الثاني الجزء الأيمن من الرقم 7 لفوق والجزء الأيمن للرقم 8 لتحت وبذلك انتهينا من درسنا اليوم وفقكم الله ورعاكم